إلى ذلك أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تأجيل تحميل شركات طيران كلفة فحصي بي سي آر للقادمين إلى البلاد وذلك حتى إشعار آخر وقالت في بيان لها أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الذي يشير إلى تحميل شركات طيران كلفة إجراء فحصي بي سي آر عند الوصول وخلال فترة الحجر لكافة القادمين إلى البلاد وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق للسابع عشر من يناير فأنه سوف يتم تأجيل العمل بهذا القرار لحين استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بذلك وحتى إشعار آخر وأوضحت أيضا أن تأجيل القرار لا يعني وقف الفحص الذي سيستمر من قبل وزارة الصحة كما جددت التأكيد على ضرورة تسجيل المسافرين المغادرين من مطار الكويت في منصة كويت مسافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف نأب المدير العام لشؤون مطار الكويت الأستاذ صالح الفداغي حياك الله معنا الله يحييك حلا خير أولا هل سبب تأجيل تطبيق قرار تحميل شركات الطيران كلفة إجراء فحصي بي سي آر هي بسبب اعتراض تلك الشركات أم لأسباب أخرى؟ لا بالعكس إحنا جميع قرارات مجلس وزراء سواء من بداية انتشار كورونا لحد تاريخ اليوم كل الغرارة التصدر يتم تحويلها إلى الإدارة العامة للطيران مدني ليتم تكيفتها وتطبيقها حسب إجراءات الطيران تدرينا الطيران المدني هناك غوانين دولية وهناك ضوابط وحماية لحقوق المسافرين وكذلك تنظيم داخل المطاقت فيتم أي قرار يصدر يتم مناقشته في اللجنة الفنية في الطيران المدني الممثلة في أغلب الجهات من الصحة من وزارة الخارجية من وزارة الداخلية والطيران المدني بكيفية تطبيق الغرار ليصدر من مجلس وزراء وفيه قرارات كثيرة اصدرت من مجلس وزراء بعدما تقعد اللجنة الفنية تحدد لها يوم للتطبيق بعد سبوع بعد سبوعين بعد ثلاثة فورا يتطبق حسب نوع القرار وجهوزية تطبيقه القرار هذا أول ما صدر القرار اجتمعنا على طول مع اتحاد شركات الطيران ومع مقدمي الخدمات في مطار الكويت ووزارة الصحة والداخلية لم يكن هناك اعتراض من قبل شركات الطيران الخاصة هناك اعتراض بالعكس الكل موافق والخطة موجودة ويتم تطبيقها ولكن الخطة تحتاج إلى بعض التنظيمات داخل المطار لأن تعرف في فحصين سيكون على الراكب أول ما يوصل للمطار معناته جميع القادمين إلى مطار الكويت سيأخذ منهم مسحة هذا يختلف عن المرحلة التي حاليا نحن فيها والسبغة أن وزارة الصحة تأخذ عشوائي 10% أو 20% واضح أستاذ صالح طيب ذكرتم في بيانكم أن الفحص مستمر في المطار من قبل وزارة الصحة لكن ماذا عن مدة البي سي أر لدخول البلاد هل تم إجراء أي تعديل على المدة؟ نعم فعليا تم تطبيق الغرار هذا من يوم الأحد إن شاء الله رح نطبغه تم تغيير الفحص من 96 ساعة إلى 72 ساعة من تاريخ الفحص إلى تاريخ القبول إلى الرحلة طيب هل هناك أي تغيير على قائمة الدول المحظورة مثلا؟ لا حد الآن نحن طبعا كل الغرارات مجلس وزارة واللجمة الوزارية نأخذها بعند اعتبار لحد الآن لم يصلنا أي تغيير للقائمة هذه من جهة أخرى كيف هي الاستعدادات أو استعدادات الطيران المدني لأول أيام السماح باستخدام العمالة المنزلية الجديدة؟ الحمد لله نحن على تم الاستعداد لاستقبال العمالة سواء العمالة الجديدة أو العمالة التي عندها إقامة نظام موجود وكل المواقع موجودة والشركات المقدمين الخدمات موجودين بانتظار الضارة الجديدة من وزارة الداخلية ومن مكاتب الخدم ليتم استخدام هذه العمالة نأب المدير العام لشؤون مطار الكويت الأستاذ صالح الفداغي شكرا جزيلا لك